اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية تحلل مشكلة بيانات تفعيلة على تطبيقكم السياس نقوم بالضغط على ضبط الايدادات دا سوف نقوم بالضغط على تطبيقات ثم سوف نقوم بنزول الى الاسفل بحث عن السياس خاص بكم نضغط عليه دا سوف نقوم بالضغط على ايقاف الاجباري دا سوف نضغط على الموافقة ثم سوف نقوم بنزول الى الاسفل وضغط على مكان التخزين دا سوف نضغط على مسح التخزين المؤقت ومن ثم سوف نقوم بإيقافة عدة تشغيل الهاتف خاص بكم وبعدها سوف نقوم بالذهب إلى متجر جوجل وهنا سوف نقوم بالبحث عن السياش خاص بكم سوف نظهرون على هذا الشكل عندما تجدون هنا تحديد قوم بالضغط عليه وسيط من تحديد تطبيقكم السياش وهكذا نكون وقد قمنا بحل المشكلة ولا تنسوا الضغط على السيال لايك والاشتراك في القناة ونعوكم في الفيديو القادم إن شاء الله شكرا